انت ان شاء الله هتبقى بطل وان شاء الله تاخد مدالية نفسك توصل انك تمثل مصر في بطلات عالمية؟ طبعاً اكيد حلمك كبير لا مثل مصر بقى في بطولة العالم واوصل بقى للمحفل الدولي الكبير محفل الأولمبيات الله عليك هدف وعرف انك هتوصل طبعاً انت هدف وهدف كبير كمان حضرتك وحاس انك هتوصله؟ حاسس قوي يعني حضرتك حاسس قوي باين عليك اه طبعاً مكرر يعني انا نساعد بكرر حاجة مرجعس فيها نيهائياً الله عليك طيب انا حسيت من كلامك انك نفسك يعني تاخد حاجة لمصر مش بس لنفسك اه طبعاً انا فهمت صح؟ ايوة صح صح كده؟ ايوة صح يا استاذ كريم عارف ليه بقى؟ ليه؟ انه انا انت قبتلي قبل الهوى ان انت كنت سامع على المداخلة بتاعت الكابتن الكبير كابتن ديوء السيد المدالب العالمي منتخب مصر بالصبت وحكيتلي شوية حاجات وانت بتفرج على مطشقات كأس الامر الافريقية انا انا بانساس انا بتفرج على مباراة كأس الامر من اول مباراة ناسيريا لقاية مباراة مباراة السنغاز ايه اكتر حاجة بقى كانت عجبك في منتخب مصر في البطولة دي؟ منتخب مصر عجبني اولاً من اول مباراة ساحل العاك للمغرب للكاميرا لقاية بقى مباراة السنغاز ايه اللي عجمك في اداء اللعبين؟ كان اداء اللعبين كان بيلعبوا اللعب الرجولي بقى ساعة مباراة ساحل العاك لقاية موصلة لطربات الجزاء اولاً ثانياً في مباراة بقى مباراة المغرب جابوا فينا جون في ضربة جزاء خير صحيحة اولاً جبنا فيهم جون من هاجمة عن ترامي الكابتن ابو صلاح طبعاً ابو صلاح بعدين في الوقت الاضافي جبنا فيهم الجون الثاني من خير ما تدخلونا على ضربات الجزاء في مباراة الكاميرون تدخلونا على ضرب لعبنا قدام اتعدلنا معهم سفر سفر ومسونا من اول الصوت الاول للتاني للوقت الاضافي لقاية ما لعبنا معهم ضربات جزاء الله اول كامل تخلنا عليهم مباراة السنغاز كانت اصعب مباراة هي المباراة النهائية دي ايباً لعبنا معهم برضو نفس الفكرة سأل المطساط اللي في لوقت ما وصلوا ضربات الجزاء هي اللي اخسرنا فيها برضو حضرتك بس انت عجبك الرجولة بتاعت اللاعبين اه طبعاً وعجبك اداء كالوس كوريش المدير الفاني المنتخب مصر اه طبعاً وكمان موقف الرجول اللي وسعت ما الكابتن السنوي اتصاب في ضربات الجزاء الناس اللي ما كانوا الكابتن ابو جبل ايوان وكان جبل اه طبعاً عمل اداء رائع جداً اه طبعاً رغمنا انا عايف ان انت اهلاوي يعني بس مش فارق معاك اهلاوي عشان مش فارق معاك عشان منتخب مصر اه طبعاً ابو جبل زملكاوي ده اسماعلاوي منتخب مصر اه طبعاً لازم اه ايه يومي بيسجع اهلي او زمانك لازم انا ولا يهمني اهلي ولا زمانك انا يهمني منتخب مصر الله الله على الكلام الحلو حاس ان احنا ربنا هيكرمنا ان شاء الله في مطشين نتوشفات كاسي العرب قدام السناغال هيكرمنا في ياسن الله كيفية اللهم خسرونا المباراة نهاية بعود الله هنفوز عليه هنفوز عليه اه طبعاً